باعتبار النقص في بعض الولايات للأوعية العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة فالجوء استثنائيا للعقار الفلاحي ذو المردودية الضعيفة والمدمجة في المخطط التوجهي للتهيئة والتعمير يمكن النظر فيه فقرة لنص تعليمة وزير السكان والعمران والمدينة عبدالوحيد طمار المرسل لولاة الجمهورية والتي تبين أن الوزير قد دمر المصالح الولايات لاستغلال الأوعية العقارية الفلاحية ضعيفة الانتاج لاستقبال برنامج السكان العمومي المدعم البيا في سيغته الجديدة برغم التصادم السابق الذي حدث بين وزارتي السكان والفلاحة في الحكومات المتعاقبة حول قضية استغلال العقار الفلاحي لصالح برامج السكان المختلفة ونظر طبيعة هذا البرنامج يجب أن تكون الأوعية العقارية المحددة جذابة من حيث الموقع خالية من القيود القانونية ومتواجدة قدر الإمكان بالقرب من الطرقات والشبكات المختلفة تضيف تعليمة الوزير ما يوحي أن الوصاية تسعى لاستغلال الأراضي الفلاحية في برنامج السكان العمومي المدعم التي لها هذه الامتيازات وأمر التعليمة عبدالوحيد طمار من المصالح يولئية في إطار متابعة عملية تعبئة العقار العمراني المخصص لمشاريع السكن بموافاته بوضعية مفصلة للأوعية العقارية الموجهة لاستقبال برنامج السكن العمومي المدعم مرفقة بمخطط المسح لأوعية العقارية التي تم تحديدها وبطاقة تقنية لكل موقع تظهر فيها المساحة والسعة وعدد السكانات والطبيعة القانونية للأوعية العقارية وكل المعلومات التي يمكن أن تكون مفيدة لهذا الغرض